السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من منشت حلقة الجمعة 12 يناير داخلين برضو جبال حضراتكم كده داخلين على مقربين من مئة يوم على ما حدث فيه قطاع غزة وفي بعض الأراضي الفلسطينية من اعتداءات من جيش الاحتلال الإسرائيلي والحقيقة أنا يعني أسجل احترام وتقديري للموقف بتاع جنوب إفريقيا مبارح والحقيقة أنا مروحت استمعتي إلى جزء كبير من الاجتماع بتاع أو الملف اللي قدموه في محكمة العدل الدولية وكان حاجة الحقيقة محل التقدير واحترام برضو قبل منزل من البيت الحقيقة شفت جزء من المرافعة الإسرائيلية عن المذكرة أو بشأن المذكرة اللي قدبتها جنوب إفريقيا بس عايزة أقول لحضراتكم حاجة كل ما يخص مصر خلينا عشان أتكلم عن بلد يعني كل ما يخص مصر بشأن القضية الفلسطينية أو بشأن محارسة في غزة من 7 يناير من 7 أكتوبر لحد النهاردة رجاء ما تدوش ودانكو لأي حد ولا تتعاملوا مع السوشيال ميديا أي حاجة تكتب على السوشيال ميديا أنه بص لقي جزء كبير من الناس ما شعره خلوا الثقة متواجدة ما بينكم وما بين القيادة المصرية خلوا حالة الالتفاف اللي موجودة واللي بتتحسدوا عليها أنا بقول لحضراتكم وأنا أعني الكلمة حالة الالتفاف اللي موجودة في الدولة المصرية دلوقتي ومن أول 7 أكتوبر لحد النهاردة حالة نتحسد عليها ليه بقى؟ لأنه كان المتوقع أنه على الأقل يبقى فيه نوع من الاضطرابات الجزئية كان فيه نوع من الخروج على القرار بتاع الحاكم كان فيه نوع من التمرض كان فيه نوع من أنه لا نزق ناس على المعبر والناس تروح تشوف الدنيا ماشية زي ناك وفتحة السدر اللي احنا كنا متعودين عليها أنه تخزيط بعض النشاطاء وبعض النشاطاء يقوموا عن طريق السوشال ميديا يقوموا يعني يحاولوا بقدر الإمكان يغزلوا خيوط التمرض في دماغ بعض المصريين أو في عقل بعض المصريين فبالتالي على حتة الهاب دي بقى وأول آخره كده تعالوا يقولوا أنه معبر رفع بيتاخد عليه فلوس تعالوا يقولوا أنه الفلسطينيين مش هادرين يخش المعبر إلا ما يدفع فلوس تعالوا نقول أنه المعبر مقفول من جانب المصري وأن مصر مش هي اللي فتح المعبر زي ما القاضي الإسرائيلي أو الإسرائيليين النهارده بيقولوا كده قدام محكمة العدل الدولي أرجوكم تثقوا في القيادة المصرية وتثقوا في الموقف المصري أن احنا مش ضد أو أن مصر مش ضد إطلاقا أي إجراء يستهدف وده مهم جدا يستهدف تخفيف العب عن كاهل أو عن أو تخفيف الوضع عن الأخواتنا الفلسطينيين اللي موجودين في قطاع غزة وخلافه اللي يقول لها حضرتك أنتوا ما بتعملوش ليه كده بص على المشهد العام ما تخليش حد يحفرق الحفرة وقعك فيها أنت كمواطن وقول لك بص دولة النهارده اللي بيحصل في البحر الأحمر وضرب أمريكا وبريطانيا وكندا وهولندا وبعض الدول معاهم عملوا تحالف كده وراح ضربوا كام موقع تبع الحسيين في اليمن الناس النهارده بتدفع عن الحسيين قولك محقولة مش عارفة أي حاجات كده أنت ليه يعني يحق لك أو بتدي نفسك الحق أن أنت تدافع عن اللي برا وميأجي حاجة على دولتك أو حد بيدافع عن دولتك تقول له لا ما تدفعش ليه أنا بكلمك إحنا كمصريين بقى أنت ليه فاهم أن الدفاع عن دولتك هو نوع من التطبيل ليه فاهم ده ليه من اللي فاهمك ده يعني ليه مين اللي حط في اعتبارك أو حد يقول لك إيه عشان الصوتك يعلى والناس تسمع لك اتكلم كلمتين عن الجيش المصري أقل معلوش هنجبه لكوا على بلاطة يعني هنجبه لكوا على بلاطة كده قول كلمتين مش كويسين عن الجيش المصري أنت إيش هنرفك الجيش المصري أصلي والعالم اللي بيعيش في الجيش المصري والإدارة اللي بيدير بيها الجيش المصري وضعه في ظل التلات حدود ليبيا والسودان وغزة ترجمة نانسي قنقر